موسيقى أتوجه بالشكر الجزيل لجريدة الوطن الجريدة الوطنية الكبيرة ونتمنى لها التوفيق في ظل مسيرتها التي تربو على 17 عاما من العطاء المتواصل في كافة المجالات وحملت على عاتقها قول الحقيقة ونشر الوقائع كما جاءت في العمل الصحفي ونتمنى لها ولكوادرها الوطنية كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله نشوفها مؤسسة من هذا وأعلى في المجال الصحفي وهي حقيقة استطاعت خلال مسيرتها أن تكون مدرسة من مدارس الصحافة في مملكة البحرين ونسأل الله سبحانه وتعالى كل التوفيق والنجاح له والله نشأتي جدا عادية يعني كأي مواطن بحريني انولد وثربى في فريج في أي فريج؟ نحن طبعا من فريج الفاضل تربينا منذ النشأ الأولى وهذا كان يعني فريج الفاضل في الكثير من العوائل البحرينية بمختلف فئاتها وشرائحها فكنا في ذلك الوقت اللي هو بداية الستينات كانت كان شعلة فريج الفاضل من النشاط المختلف في مملكة البحرين وكان في ذاك الوقت كان عندنا نادي اليرموك في وسط الفريج وكانت فيه أندية أخرى موجودة فكنا احنا صغار واحنا صغار نشوف الناس الكبار تعرفنا على المسرح في نادي اليرموك اللي كان في وسط الفريج وتعرفنا على أشياء كثيرة وكان فريج الفاضل فيه يعني حيوية كبيرة وكان أيضا كان فيه عين اللي هو عين جامع الفاضل اللي تيددون فيها كانت عين طبيعية وبالقرب من فريج الفاضل كان فيه الأخوة من سلطنة عمان يصنعون القراغير الخاصة لصيد السمت فكانت فيه مناظر لا تنسى حقيقة فيه في فريج الفاضل وكان فيه الأهم هو البحر الملاصق البحر لنا فكانت حياتنا مرتبطة بالبحر كل ما نشأ في فريج الفاضل حياته مرتبطة بالبحر أنا طبعا الشخص الثالث احنا بنتين ولدين والشخص الثالث في ترتيبي اخواني وطبعا الوالد يعمل في مجال البحر والتكات وآخر عمله كان في شركة كانو في مطابقة التكات مع المراكب في ذلك الوقت الوالدة ربت بيت ربت بيت ولا زالت موجودة اللي طبع العمرها والوالد الله يرحمه الأسرة بسيطة أسرة بحرينية متوسطة الداخل ومن الأسر المعروفة في فريج الفاضل لأن الجد من الوالد حسن بن يمع إمام ومؤذن جامع الفاضل فكان معروف وأيضا أبوي جاسم معروف أحد رجالات جاسم بن علي رفيع يعني معروف في الفاضل وكان قبل سيب في البحر وبعدين اشتغل في شركة النفط وبعدين تاجر عنده دكان في المنامة وأنا وعيت عليه هو تاجر عنده دكان احنا احنا النساء لهم دور كبير في تربيتنا النساء البحرينيات في ذاك الوقت كان لهم أكثر من الأب يعني المرأة إن كانت الأم إن كانت الجدة إن كانت الأمهات يعني احنا في ذاك الوقت ما كان عندنا أم وحدة يعني في ذاك الوقت يعني احنا عندنا كل أمهات الفريج أمهاتنا فمثلا دائما نسميهم مسمىهم مثلا أم عاشة أم مريم فبخلاف أمك الفعلية يعني اللي هي أم رقية فعندنا أمهات يقومون بتربيتنا نتواجد معاهم يدعموننا يوم إحنا صغار مرديا أو بالأكل أو إذا احنا سويننا شيء خطأ ننخش عندهم ما يرضون عننا يحموننا عندنا عدة أمهات يعني وما ينسون يعني الأمهات في ذاك الوقت أمهات الفريج فإحنا نبدأ بأهل يعني نبدأ حتى بمعارف وننتهي بأهل يعني فنصبح يعني تصبح الأمهات ذلين معزاتهم لا تقل عن أمك الطبيعية يعني في حبنا لهم إحنا طبعا أنا خرج المدرسة الحكومية التعليم الحكومي في ذاك الوقت هذه كان تعليمنا التعليم الحكومي يعني بدأت في مدرسة ابن سيناء في الفريج الفاضل وبعد ذلك من مدرسة ابن سيناء انتقلنا إلى مدرسة مدينة عيسى الإعدادية الإعدادي وبعدين لأنتقل مرة أخرى إلى مدرسة الحورة الثانوية قاعدت فيها أول ثانوي ثاني ثانوي وبعدين في التوجيهي انتقلت إلى مدرسة الشيخ عبد العزيز في العدلية فتخرجت من مدرسة الشيخ عبد العزيز في العدلية كنت أحب اللغة العربية والقواعد يعني كل ما في ذاك الوقت ممكن الطلاب ما يحبونه كنت أنا أحبه يعني اللغة العربية قواعد اللغة العربية البلاغة كل ما يتعلق باللغة العربية في ذاك الوقت فكنت أنا الحم بالله أبدع فيها في هذا المجال قانون رغبة داخلية وإحساس داخلي أن أدرس في القانون في ذاك الوقت ما كان الإقبال على القانون شيء معروف أو فيه رغبة للطلاب طلاب يختارون تخصصات أخرى اللي يختارون القانون عدد بسيط جدا أقل من عدد أصابع ليادي نحن العادة نعرف أن الناس أغلب تتجه لسوق البعثات والمتوفر في ذلك الفترة هل في أحد تشجعك لدراسة القانون أو أوجهك أنا مقدر نقول لا لا كان عندي رغبة شديدة لدراسة القانون لأنني طلعت على كل التخصصات لما تخرجت من أين جاءت رغبة دراسة القانون والله شوف لأنه مثل ما قلت لك هذا يرجع إلى ثقافتي في ذاك الوقت كنت قريء في ذاك الوقت يعني كنت أقرأ يعني أقرأ المجلدات في القصص العالمية وتقريبا يعني أقرأ في الثقافة العربية ففي ذاك الوقت قرأت مذكرات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم كانت الكتب وكلها الكتب دي كنت أخذها عن طريق أختي نوال أختي نوال كانت مثقفة وتقرأ ولا زالت فلما تزوجت تركت لي حصيلة كبيرة من الكتب من الكتاب المشاهير العرب والأجانب فقرأنا يعني كل اللي يختر على بالك من كتاب عالميين قرأت لهم وأنا قبل لدش الجامعة يعني تولستوي شارلز ديكنز كل الكتاب العالميين قرأت لهم قبل لدخل الجامعة أبرز زملائك اللي كانوا في المدرسة في المدرسة؟ أي من الشخصيات البارزة؟ والله من الشخصيات البارزة فيهم نائبين أحين موجودين يعني محمد المعرفي وأحمد قرأت هذي وياي في المدرسة الابتدائية بالإضافة إلى إحنا لازمنا نتواصل يعني إحنا عندنا جروب أصدقاء المدرسة لازال موجودين الأخ طارق الدوسري الأخ عبد الرحمن المزيعل عندنا يعني لازال أخاف أنسى أحد يعني أذكرهم أي سنة متخرج؟ نحن في سنة 81 أنا متخرج سنة 2000 وما نتواصل إيه زمنها لا لا عندنا تواصل عندنا تواصل حتى مع اللي في الابتدائي يعني مثل صديق العمر نادر زليخ يعني من الأصدقاء اللي إحنا رحنا للمدرسة مع بعض ولازلنا على التواصل يعني وكثير من اللي خصوصا اللي دخلوا معاي المدرسة ابتدائي لازلنا نتواصل والثانوية لازلنا نتواصل والجامعة لازلنا نتواصل هل واجهت صعوبة في دراسة القانون؟ أبداً احنا كانت اهتماماتنا في ذاك الوقت ليس فقط القانون ثقافة سياسة اجتماع ثقافة شاملة بس أبداً ما كان عندي صعوبة في مسألة القانون لأن القانون يعني هو ثقافة مجتمعية يعني ولا فلسفة يعني القانون فكانت تجذبني القراءات أنجذب وأنا من اللي في القانون أقعد ساعات طويلة أقرأ خاصة أيام الدراسة أقرأ يعني أقرأ في أي ساعة تعطيني الوقت ما عنده حدود بالنسبة لي في ذاك الوقت طبعاً كنا فاضين في ذاك الوقت فكان فيه تفرق مو مثل الحين يعني الآن يدوب ترجع للمرجع تقرأ صفحتين ثلاث صفحات خلاص في السابق لا في السابق كنا نقرأ ونقرأ ساعات طويلة يعني لدرجة أن يعني كان عندي عادة يعني حبي لقراءة الصحف والمجلات ساعات ما أقدر أغطيها ما أقدر أغطي الصحف والمجلات فتلاقيني ساعات يعني يا أقعد في قهوة في القاهرة فترة طويلة أقرأ يا أنه إذا طريت آخذ لي رحلة أروح اسكندرية أخذ لي التذكرة وأروح اسكندرية أقرأ لغاية ما أوصل وأتغدى وأرجع بعد أقرأ طوال السكة في القطار قصدك في القطار نعم مختلف الصحف يعني لأننا كنت من المدني قراءة يعني صباح الخير وروز اليوسف وآخر ساعة يعني من المجلات اللي أعتقد يمكن واحدة قطعت منهم حاليا بس موجودين في ذاك الوقت كان في اتحاد الطلبة موجود في ذاك الوقت كنا نمارس نشاطنا من خلال اتحاد الطلبة ودخلنا الإدارة ورئاسنا الاتحاد الفرع القاهرة في ذاك الوقت اللي في السكة 23 شارع السكة مخروف قديم طبعا الفرع هذه من بداية الخمسينات إلى نهاية ظل مستمر إلى نهاية الثمانينات فكانوا كل الطلبة يعني يجتمعون يمرسون نشاطهم الاجتماعي الثقافي ويتواصلون في رحلات في فعاليات طول السنة فكان في عمل المستمر بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية والتحصيل أكاديمية محمى عشق من من اليوم الأول الاتحاقي للمهنة أنا قدمت أوراقي في عدة جهات حكومية حكومية بما فيها وزارة الخارجية للحصول على وظيفة حكومية للحصول على وظيفة وعندي زملاء قدموا وراقهم ولما ياني القبول في الوزارة اعتذرت وزملائي اللي كانوا معاي واصلوا إلى أن خدموا الدولة من خلال وزارة الخارجية إلى أن تقاعدوا معظم أن صاروا سفراء هي سفراء وخدموا في مناطق مختلفة إلى اليوم أحيانا لما أراجع روحي هل مثلا ليش ما التزامت بالوزارة ليش مكال لا يعني لم يساورني ندم في يوم الأيام أن أنا اخترت المحامة أول شيء تدربت عندي طبعا أستاذنا الكبير عبدالله هاشم محامي عبدالله هاشم قعت وياه وبسرعة فتحت المكتب يعني أنا من المحامين اللي بسرعة فتحوا المكاتب في مملكة البحرين ومشيت يعني في المهنة والحمد لله يعني لازلنا ندرق ورغم الحجم المكتب اللي موجود حاليا يعني لأن احنا يعني نوع ما نقول عندنا مسئولية تدريب المحامين أبرز الصعوبات اللي تواجهها عمال المحامي أبرزها؟ والله صعوبات كثيرة في المهنة هذه لأنها مادة جافة القانون والإجراءات والقوانين تتغير في مملكة البحرين ولم يعد قبل أكثر من ثلاثين سنة الوضع الآن أكثر تعقيدا والإجراءات اليوم المحامات كلها أونلاين كلها أونلاين إدخال الدعوة متابعة الإجراءات الحضور إلا بعض الإجراءات اللي يصير فيها حضور شخصي بالنسبة للدعاوة الجنائية فقط لغير الباقي إلكتروني كثير من ما نسمع اللغة على المحامين من حيث إنه إلجاهم الخصم أو المدعي ما يصارحون يقولون ما يقولون لقضيتك خسرانة يأخذ القضية ويأخذ الأتعاب من الموكل والقضية أساسا خسرانة وهذا الكلام لما نسمع حتى من القضاة شوف يعني هذه ليس صحيح على إطلاقها لأن المحامة والمحام الجيد يعرف القضية خسرانة ولا ربحانة من البداية قصب كبير من الموكلين يحب يمشي في القضية وهي خسرانة خصوصا إذا هو مدعي إذا هو مدعي وإذا هو مدعي يقال له أن ترى هذه القضية راح تصادف هذه الصعوبات وأحيانا راجع إلى طبيعة بناء القضية يعني القضية إثبات لا أنت كمحامي ولا المحكمة قادرة أن تحدد من البداية هل ذي بتربحها ولا لا لأنها قائمة على بناء وسائل الإثبات المختلفة يعني مثلا ياك في منتصف الطريق قال لك أنا ما عندي شاهد وانت قال له هذه القضية لابد أن أنت تحضر شهودك لكوسيلة من وسائل الإثبات أنا لا أتكلم عن قضايا يعني تتكلم عن إثبات أوفيسير ده ولا القضية من الأساس معروفة أنا لا أضرب أمثلة عشان لا أعرض بأشخاص بس مثلا يعني بعض القضايا قضية تحضر شهودك بدون رصيد نعم معروف هذا ما لابد أن تصالح مع صاحب الشيك وغيرها من أمثلة يعني في قضايا واضحة من البداية يعني إلا أشوف قضايا الشيك من غير وصيد من غير رصيد هذه بالنسبة للعامة بس بالنسبة للمختصين لازم يكون في سبب لتحرير الشيك ولا يبطل تحريره يعني بمعنى المحامي الناجح اللي فهم شغل عدن بيعرف هذا الشيك خلاص نهائي ولا في سبب لتحرير الشيك غير واضح كأن يكون ضمان والشيك أداة وفاء وليست أداة ضمان فالمحاكم في الفترة الأخيرة صارت تدقق عن أسباب تحرير الشيك هل لا سبب وصدرت أحكام بإبراء ذمم ناس أصدرت الشيكات بسبب الأسباب المختلفة لم يعد هناك سبب حقيقي للدين موجود وأحيانا الواحد يحرر الشيكات وسوى تسوية سوى تسوية لكن هذه التسوية الخصم معتمدها ويكون الشكوى للشرطة بالشيك تسبق التسوية ويتركون يهملون القضية والقضية تطلع من مركز الشرطة إلى النيابة العامة إلى المحكمة ويكون الشخص بسدد هذه كثيرا كنت أعضو في جمعية المحامين البحرينية نعم مجلس الإدارة كنت في من شوف أنا أنا يعني حياتي كلها كانت في الجمعيات من الاتحاد للطلبة وطلعت من الاتحاد طلبة وتخرجت ويئت البحرين دخلتنا دي مدينة عيسى في 92 وقعت إلى 96 وكانت رئيس اللجنة الثقافية رئيس اللجنة الثقافية وطبعا كانوا هم يتكلمون عن الكورة وأنا مخي مشغول بالقانون بعدين دخلت الإدارة في إدارة جمعية المحامين من 96 إلى أنصرت نائب في بداية 2002 طلعت من الإدارة وتفرقت العمل النيابي لما تفرقت العمل النيابي طلعت من العمل النيابي دخلت أيضا الهيئة الاستشارية بدول مجلس العام الخليجي وعقب دخلت المؤسسات الثاني لكن رجعت نادي مدينة عيسى مرة أخرى وحاليا أشغل نائب الرئيس صار لحوالي ثمان سنوات تسع سنوات طبعا مع صديق العمر الأستاذ الكبير أحمد جاسم العكبري هو رئيس حاليا مو أنا قدمت أنا مجرد مهتم بالجانب القانوني أما طبعا كل الأعضاء والأخص أحمد جاسم العكبري هذا الشخص هو الهرم الكبير داخل رائد من رواد العمل التطوعي وهرم كبير من أهرام العمل داخل نادي مدينة عيسى وعلى يده تحقق الكثير في نادي مدينة عيسى يعني لو أسرد اللي حصل في نادي مدينة عيسى يعني من أول من أول الاعتناء بملعب بالملعب وزراعة الملعب في نادي مدينة عيسى إلى الانتهاء باستثمار الأرض في المحلات اللي الآن فيها عائد لدخل نادي مدينة عيسى كل الاستثمارات وما قصرت وزارة الشباب في ذلك الوقت بنت الصالة وبنت النادي وطبعا المؤسسة الخيرية لعاش المؤيد بنت أيضا حوالي 36 محل كبير بأحدث المواصفات بأحدث التجهيزات أيضا في محلات سابقة مبنية استثمارات لم تكن موجودة في السابق في نادي مدينة عيسى وكل هذه بفضل الله وفضل الإدارة وفضل أحمد جاسم العكبوري مدينة عيسى الشعبية من القرى المجاورة تكن تعتقل من المؤسسين من المؤسسين حدثنا عنه لماذا لم تستمر هذه الجمعية يريد لها عمل وكوادر تشتغل يعني بداية الفكرة شلون كانت الفكرة بأن تكون هناك جمعية تعنى بالشأن الاجتماعي في المنطقة فأسست هذه الجمعية على هذا الأساس في داخل واشتغلت وفيها أستاذ سعادة النائب السابق عيسى القاضي ومجموعة يعني وأحمد جاسم وسالم سلطان الله يرحمه ومجموعة من الأعضاء كانوا موجودين وصالح العمد كأن أعتقد موجود فيها فكثير من الخدمات التي كانت يراد لها لكن طبعا ما ينفع أن الإنسان يكون مشتت بين عدة جمعيات هذه لاحظت أنا في العمل في العمل الخيري والعمل التطوعي والعمل لابد أنه يركز على جانب واحد بالنسبة لي هذه الخبرة التي طلعت بها حصيلتها والتي أيدها القانون طبعا وصدر تنظيم في البحرين يتعلق بعدم أنك ما يجوز أنك تكون في أكثر من إدارة لجمعية مشابهة للنشاط نفسه هل تستمر هذه الجمعية المدينة والله لأسباب أن الأعضاء لهم اهتمامات أخرى بس انشغلوا عنها وما يجيل يستطيع أن يستمر في هذه الجمعية أرأس حاليا جمعية مبادئ لحقوق الإنسان أسست في سبتمبر من عام 2011 وهذه الجمعية رأسها سعادة السفير عبد الله بن فيصل الدوسري وقت التأسيس وبعدين المحامي الكبير الأستاذ راشد عبد الرحمن وأنا الرئيس الثالث حاليا بهذه الجمعية وأدت دورها الكبير في المجتمع ولها أعضاء كلهم ما شاء الله في مستويات متقدمة ويخدمون مملكة البحرين في الداخل والخارج ولها مشاركات خارجية على مستوى مجلس حقوق الإنسان ولها مشاركات داخلية آخر مشاركة كبيرة كانت مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية ولها تقارير تصدر ولها مشاركات بأعضاءها ولا زالت بشكل يومي تعمل هذه الجمعية عمر حالة العمل النيابي من أين جاءت الفكرة والله يشوف احنا في عهدنا عهد البدايات في العمل النيابي بس حقيقة العمل النيابي بدأ كبير في مملكة البحرين لم يبدأ يتلمس أمور مبدئية بدأنا كبار حقيقته الكبار أولا بالعناصر اللي كانوا موجودة في ذاك الوقت من عام 2002 النواب في ذاك الوقت للأسف ما كان عندنا نائبات في مجلس النواب لكن العمل كان كبير وبداياته فكنت أنا أرأس اللجنة التشريعية بحكم التخصص اللجنة التشريعية في ذاك الوقت لما بدأنا كان أول اجتماع وقبل أن يبدأ الاجتماع في اللجنة التشريعية في ذاك الوقت جمعنا جميع المصادر التشريعية في الوطن العربي والأجنبي لمعرفة كيفية تصير نحن عندنا القانون واللاحة الداخلية كانت موجودة أصدرها جلالة الملك المعظم في ذاك الوقت لمجلس النواب لمعرفة لكن في أمور متعلقة بإعداد التقارير ومناقشة التقارير التي تخرج من اللجان لا بد من وضع أسس الحمد لله في ذاك الوقت وضعنا أسس للجان لا زال المجلس النواب يمشي على ما وضعناه في ذلك الوقت بنفس الكيفية والشكل في إعداد التقارير داخل اللجان ومناقشة التقارير داخل اللجان أنا حقيقة يعني لم أقرر أن أتقدم بإسمي للترشح إلا قبل قفل باب الترشح بسعتين حتى أن زوجتي ما تدري يعني شيء من الله سبحانه وتعالى وأنا قاعد ولا على البال قمت شغلت سيارتي وتوجهت إلى وشلت جوازي وبطاطي وتوجهت إلى المدرسة للتسجيل حتى أتذكر يعني أن الجماعة ما كانوا متوقعين أن حدي لأنه هذه آخر يوم وباقي ساعتين على قفل باب التسجيل فأدخل طبعا طلعت أعرف الجماعة اللي كانوا موجودين ووجراءاتي تسهلت وسجلت بسرعة بمعنى في ذاك الوقت في ذاك الوقت كان عندي كنت أقود عملية صراحة الدخول في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكنا نحاضر في ذاك الوقت وصارت ندوة كبيرة في نادي الخرجين في 2001 وفي نادي مدينة عيسى عدة ندوات في جمعية المحامين عدة ندوات فكانت في ذاك الوقت عندي حصيلة قبل أكثر من 20 سنة من المعلومات فحبيت أن أنا أشارك هذه الحصيلة وفي ذاك الوقت كان وضعي زين ووضع مكتبي كان جيد يعني قدر نقول الدافع كان ارتجالي يعني قرار كان ارتجالي يعني لا لا مو ارتجالي لا لا أبد ما كان ارتجالي لا هو قررت أن آخذ هذه الحصيلة القانونية وأنا ضعها في مجلس النواب اللي عندي وبالفعل حققت ذلك يعني حققت بأن ما جمعته في ذاك الوقت من معلومات وضفتها لخدمة العمل النيابي في مملكة المحر أستاذ فريد أبرز المقترحات اللي قدمت في فترة العمل والتي بعدين تدخلت بخلفية قانونية أبرز المقترحات اللي قدمت وبعدين صدرت كتشريعات مهمة والله والله يشوف يعني أنا من بداية أدخل في أشياء أنجزت وأشياء لم تنجز بعد يعني أنا من أوائل الناس اللي طرحوا تعديل قانون الصحافة وجاء المقترح من الأستاذ الكبير إبراهيم بشميل من الشورى وفي ذاك الوقت كان عضو في الشورى والحكومة قدمت مشروع بتعديل قانون الصحافة ولازال يراوح نفسه من ضمن الملفات الموجودة في المجلس النيابي وإن شاء الله يستطيعون فصل التشريعي السادس لأنه نحتاج إلى تشريع مرن ومطور للصحافة في مملكة البحرين اثنين طرحت مشروع بتعديل قانون المحامة في ذاك الوقت وهذا المشروع لازال موضوع التعديل في أروقة المجلس والحكومة عدلت عليه والحكومة أيضا لها مقترحة خاص في قانون المحامة أيضا من ضمن اهتماماتي أنا الطفل والأحداث كلها الحمد لله صدرت بقانون الطفل بفضل جهود الدولة والنواب في ذاك الوقت القانون الأحداث وسن الحداث تعدل وهذه من ضمن المقترحات الابتداء اللي كنت أطرحها على موثقة يعني الأشياء اللي طرحت لمجلس النواب والكثير من التشريعات على الفكرة اللي شاركنا بها في مملكة البحرين ويأتي على رأس هذه التشريعات على رأس هذه التشريعات وهذا مقترح مو مني أنا لكن من السادة النواب الجمعيات السياسية طرحنا مع قانون الجمعيات السياسية قانون الحزاب السياسي مجلس النواب كان يناقش قانون الأحزاب السياسية أن يكون هناك أحزاب سياسية وكانت يعني إشارات من القيادة في هالجانب لكن استقر والتوافق الوطني أن يصدر هذا قانون الجمعيات السياسية اللي ننظم الحياة السياسية في مملكة البحر عاودت الترشح في 2006 وما حالفك الحظ نعم صحيح لماذا لم تعاودت الترشح في الاتخابات اللي بعدها 2010 يعني ما حالفك الحظ في 2006 وكتفيت مثل ما نقول شوف في نواب وايد ما حالفهم الحظ وعادوا وترشحوا مرة ثانية وثالثة وفازوا في مناطق يعني ونعرفهم بالاسم يعني ما توفقوا وبعدين عادوا ونجحوا للمرة الأولى والثانية هي العملية الرغبة الرغبة فمثل ما قلت لك الرغبة اللي كانت موجودة بالنسبة لي في 2002 2002 اختلفت تماما في 2010 إلى الآن اختلفت تماما يعني في البداية كانت التأسيس وكان يهمني أن أنا أشارك في التأسيس بعدين الرغبة في أن أدخل في مجلس النواب اختفت تماما لأني أبي أعمل وأشتغل في الجانب التفقيفي طوال 20 سنة لم أتخلى عن المحاضرات في هذا الجانب ولدي إسهامات في مؤسسات رسمية موجودة في البحرين إن كان على مستوى المعهد القضائي في البحرين إن كان على مستوى التنمية السياسية وأنا كنت نائب الرئيس في ذاك الوقت كانت ترأس الأستاذة لولو العوضي من بداية تأسيس خرجت خرجت عن الإدارة ولم أتخلى عن هذا المعهد في التواصل معه وإعطاءه وقتي وجهدي للتثقيف في هذا الجانب إن كان في العمل النيابي أو غير العمل النيابي الدور التي قدمت المعهد شنو كان بتقديم محاضرات أنا كنت ولازلت أشارك في البرامج المقدمة منهم يعني هم يقومون بصناعة هذه البرامج الكبيرة للسلك القضائي وهذه مو جانبي أنا المحامين دائما المحامين دائما أهوه اهتمامي في إعطاء محاضرات لهم في دعمهم في إن شاء الله حين عندنا برنامج جديد بيبدأ في أربعة يناير وإن شاء الله أنا بثأول جانب التحكيم في أول التحكيم والوساطة بس رح يكون في التحكيم من المهم إننا إحنا هذه الثقافة تنتشر يعني أنا اللي همني في الوقت الحالي هو نشر الثقافة القانونية الهيئة الاستشارية بين المجلس التعاون اللي انضميت من 2007 إلى 2017 نعم حدثنا عن هين مرحلة والله مرحلة مهمة مرحلة جدا مهمة في حياتي أنا الشخصية اشتغلنا فيها في عمل الجاد من خلال اللي جان والهيئة الاستشارية من أنجح الأفكار الموجودة في دول مجلس تعاون خليجي وهذه الهيئة أسهمت في إعطاء دراسات كثيرة أكاديبية واستعانة بالأكاديبيين والمختصين والخبراء بوضع أسس لأفكار ودراسات قيمة لا زال لا زال عطاها مستمر في المجلس وأحنا أنا شرفني مع زملائي الخمسة من كل دولة خليجية خمسة أننا عملنا في هذه الاستشارية طوال العشر سنوات التي أمضيت وكسبت صداقات ومعرفة على المستوى الخليجي بخيرة العقول خيرة العقول من الدول الخليجية الست المؤسسة الوطنية حقوق الإنسان بقيت أعتقد فيها دورة واحدة أو دورتين أعتقد دورة واحدة أعتقد دورة أو يمكن أكثر من دورة ما يحضرني لكبر السن لكن المؤسسة الوطنية نحن ندعمها وتقوم بدور كبير حقيقة وأقرب أكبر فعالية كانت قبل الانتخابات للمراقبين قادت بكل اقتدار عملية التثقيف في هذا الجانب وتقوم بدور كبير وتعاقب على رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خيرة رجال البحرين ونساها في قيادة العمل الحقوقي في مملكة البحرين هيئة الضمان الصحي أعتقد العضو فيها تشرفت بأن أكون أحد أعضاها نعم حدثنا أنها يعني كقانوني تشارك في هيئة الضمان الصحي المتعلقة بالأمور الطبية والصحية والله يعني من أهم الهيئات الموجودة في مملكة البحرين لأنها ماسكة موضوع الصحة والضمان الصحي في مملكة البحرين بقيادة كريمة من سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد الخليفة وحقيقة الضمان الصحي في البحرين نحن مقبلين عليه وفي قانون في 2018 موجود قانون الضمان الصحي للأسف الواحد يسمع بعض الإشاعات الغير صحيحة اللي تسود عن موضوع الضمان الصحي في مملكة البحرين رح يبدأ التامين على الأجانب في عام 2003 وعلى البحرينين 2023 والبحرينين 2024 وراح يكون بالمجان أنا اللي ضايقني إن أحيانا أشوف الندوات والمجالس وساعة أنا ألتزم بالصمت حقيقة اللي الدعاءات كلها باطلة إن رح يكون التأمين يعني بفلوس وإن البحرينين رح يدفعون كلها هذه إشاعات ما رح يكون في أي التزامات مالية على المواطن البحريني فضلا عن أن البعض حتى بالأمس بالليل يعني يتكلمون بس أنا ما أريد يعني حقيقة إن رح تترك المستشفيات وتترك لا مسؤولية الدولة موجودة مسؤولية الدولة في المتابعة والتقييم موجودة وفي مجلس إعلال الصحة فكل ما هناك إن هذه الأفكار الضمان الصحي موجودة في العالم وموجودة في دول شقيقة وموجودة في دول خليجية لماذا لا نحظى بمثل هذه الأفكار وهذه كانت أحد الأفكار الرائدة للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة الموقرة فبالتالي هذه من من أنجح الأفكار حقيقة حتى ليس لأني عضو والضمان الصحي ولكن من أنجح الأفكار اللي في مجال التطبيق الصحي والدولة تتروى في هذا التطبيق لأنها تريد أن تضمن الاستفادة القصوى من هذا النظام للمواطنين لأنها يتعلق بصحتهم الآن حياتك الآن بعد هذا الزخم الآن حياتك ما هو الدور اللي تقوم بحاليا بالإضافة لعمل المهامة الجانب الثقافي يعني أنا القانون خذ مني حتى حياتي الخاصة يعني أنا حياتي الخاصة أحب الفن أحب المسرح أحب الفنون الجميلة بأنواعها وكنت أنا أرسم وفي بداية حياتي كنت مع من ضمن الفريق المسرح للأستاذ الكبير هاني الدلال فأحب المسرح لازلت بس القانون حقيقة عزلني عن كل ذلك لأن أفضل أن أنا أيلس في مكتبي وعد لي محاضرة قانونية أو حقوق الإنسان أفضل أن أنا أأيب لوحة وأرسم فيها أو أروح مسرحية من المسرحيات رغم أن هذا عشقي ولازال عشقي ورح يظل لكن القانون أخذ مني الكثير أخذ مني وكتي والتفرغي أعمل في القانون حتى في الأجازات وأعمل في مجال الكتابة القانونية المتخصصة في في هذا الجانب رغم أن كتاباتي كثيرة لكن إلى الآن لم أصدر كتاب في مجال القانون لكن إن شاء الله يعني من شام يوم كنت أتكلم مع أحد المكتبات في في القاهرة أن أنا عندي مشروع للتحكيم صار لحوالي ست سنوات وموجود على الورق لم أخرج هذا الكتاب وكان يعلم هذا الشخص الذي جلس معي هو أحد المكتبات في جمهورية مصر العربي مصر الجنسية وقال لي أستاذ فريد أنا عارف أن أنت مهتم بالتحكيم وعندك هذا المجلد لماذا لا تصدر هذا المجلد فقال لي أنا باخ يعني قاعد يسمونه بالمصري يزن عليه أنه لازم تعطيني الفلوبي ولازم تعطيني دي على أساس أصدر لك الكتاب المتعلق وهو جاهز يعني فإن شاء الله هذا الجانب أنا وائد مهتم به وجانب الثقافي والمشاركة مع المؤسسات الدستورية لنشر الثقافة القانونية هو هذا الاهتمام وطموحي لحد الآن أنا خدمت في في مواقع كثيرة إن كان على مستوى المجلس التعاون أو المؤسسة الوطنية أو معهد التنمية السياسية أو حاليا في الضمان الصحي أو بمنصبي السابق في مجلس إدارة البنك المركزي في أربع سنوات كانت من أنجح السنين اللي أمضيتها في العمل كل هذه المواقع ولازلت ما أقدره وأثمنه هو اكتساب المعارف والصداقات على كل المستويات في الداخل والخارج يعني كانت لمشاركاتي الخارجية خصوصا على مستوى اتحاد المحاميين العرب الآن كل الشبكة القانونية على مستوى الاتحاد المحاميين العرب في منطقة الخليج أو في اتحاد الخليجيين المحاميين الخليجيين أو الاتحاد المحاميين العرب بيننا الصداقات لازالت موجودة الحمد لله عندي صداقة على المستوى الخليجي بين المحاميين الخليجيين بين المحاميين الخليجيين من عمان وكويت وقطر ودولة الإمارات وطبعا الشقيقة الكبرى السعودية لازلنا نلتقي يعني بدأت هذه الصداقات من 96 إلى الآن نتواصل ولدينا أصدقاء وتحولنا إلى أهل مع بعض الأصدقاء من الكويت الشقيقة بسبب علاقتنا الطويلة وزياراتنا لبعض الطويلة وهذه الشيء اللي أنا يعني من أعظم المكاسب اللي حققته في حياتي العملية والدراسية في مملكة البحر النصيحة اللي أوجهها لهم هي نصيحتهم فقط أوجهها للسالة النوى الإعداد الجيد الشخصي قبل الدخول لقاعة المجلس لا تدخل المجلس وأنت ما قرأت وفهمت وعديت روحك جدول الأعمال عارف شانو أنت بتتكلم فيه تقارير اللجانة اللجانة وعندك من المصادر المجلس موفر لك الاقتصاديين والمستشارين وموفر لك كل التخصصات التخصصات اللي تستطيع أن تتحدث في أي موضوع بطلاقة وبمعرفة كاملة هاي النصيحة الأولى النصيحة الثانية للسادة النواب بأن هناك قضايا كثيرة في مملكة البحرين كثيرة كأي مجتمع لكن هذا الفصل التشريعي السادس يجب أن يركز على أولوية واحدة فقط وهي دعم رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني بالوسائل المتاحة وفي حدود إمكانيات الميزانية العامة للدولة وموجود أعلن قبل يومين أو ثلاثة أيام عن استطاعت البحرين أن تحقق بعض الوفرة المادية والحمد لله الدين العام قادرين أن ثبته عند حوالي خمسة عشر مليار ونص وعندنا وفرة نفطية ووفرة في الغاز وعندنا وفرة في الدخل العام وعندنا وفرة الضرائب وفرت لنا حوالي مليار واربعمائة مليون دينار بحريني على مدار العامين القادمين من عام الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين فعندما نتحدث يا سادة يا كرام النواب من الجنسين عن ستعشر مليون دينار للزيادة الثلاثة في المئة أو نتكلم عن عشرين مليون دينار لزيادة المعاشات المتدنية للمتقاعدين بل ليس للمتقاعدين والعاملين في الحكومة عندما نتحدث عن هذه الزيادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة تطلع مبالغ بسيطة فعندنا احنا عندنا هذا امن اقتصادي واجتماعي على السادة النواب وانا لا ادعي بان لدي الخبرة لكن انا انصح وانصح نفسي بان اولويات دعم المواطنين هو من ضمن الامن الاجتماعي مثل الامن غيره من الامن المتعارف في الدول لان يحتاج المواطن البحريني ان يتمتع بنوع من الرخاء نحن لا نتحدث عن اللي عندهم دخل الحمد لله في ناس عندهم دخل معقول في البحرين لكن نتحدث عن فئات المتقاعدين اللي هو ثلاثمائة واربعين دينار او لازال معاشاتهم في الحدود البسيطة او الزيادة الثلاثة في المئة وارجو من السادة النواب يعرفون بان الثلاثة في المئة لها فلسفة في القانون لها فلسفة اجتماعية الثلاثة في المئة الثلاثة في المئة هي لتغطية التضخم في زيادة الاسعار في المجتمع هي لتغطية ارتفاع تكاليف العيش للمتقاعدين للمتقاعدين فالزيادة في المياه هي زيادة متواضعة بسيطة القصد منها أن المواطن البحريني يرتاح في عيشته في البحرين